ارتقى وزير الخارجية الصيني واني ووزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب سويا مع الصحفيين عقب إشرافهما على الجولة الرابعة من المحادثات الاستراتيجية أمس ثلاثة بتوقيت المحلي لكمبيرا قدم واني تقييما إيجابيا للمحادثات الاستراتيجية بين الصين وأستراليا مضيفا أن الجانبين اتفق على تقديم رسالة واضحة إلى الخارج بأنه ينبغي عليهما بناء الاقتصاد العالمي بشكل مفتوح وتعزيز العولمة الاقتصادية على نحو أكثر شمولا كما يجب عليهما حماية نظام التجارة الدولية باعتبار منظمة التجارة العالمية محورا له ومعارضة أي شكل من أشكال الحماية وقال واني إن الجانبين يقيمان جيدا النتائج التي حققاها خلال أكثر من سنة منذ توقعهما على اتفاقية التجارة الحرة مضيفا أنهما اتفق على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين لتحويل نمط التعاون التجاري والاقتصادي بينهما والارتقاء بمستوى من طفرة التعدين نحو نمط تعاون أكثر تعددية وأعرب عن استعداد الصين لتعزيز مبادرة الحزام والطريق الصينية والخطة الاسترالية للتنمية الشمالية لتوسيع التعاون في مجال الطاقة والموارد والبنية التحتية وغيرها من المجالات وتعهد ببدل جهود أكبر لجعل الابتكار في المقام الأول في إطار التطورات من أجل ضخ زخم جديد في التعاون بين الجانبين وأضاف واني أن هذا العام هو عام السياحة الصيني الأسترالي وأن هناك اتفاقا على استثمار هذه الفرصة لتيسير التأشيرات المتبادلة لتعزيز التبادلات بين الجانبين وأعلن عن تقديره الجيد للتعاون بين الجانبين في مجال ممارسة القضاء وتنفيذ القانون والاتفاق على تعزيز الجهود في مجال مكافحة الفساد ومكافحة المخدرات ومكافحة الإرهاب وغيرها من المجالات كما أعلن عن الاتفاق على مبدأ الثقة المتبادلة والمنفعة المشتركة واحترام كل طرف للمصالح الجوهرية والمخاوف الرئيسية للطرف الآخر من أجل توطيض العلاقات الثنائية باستمرار وقال واني أيضا أن الفريق الحاكم الجديد للولايات المتحدة ربما يحتاج لفترة ما كي يعرف الصين معربا عن اعتقاده بأن العلاقات بين الصين وأمريكا ستصبح أحسن فأحسن مع مرور الوقت الجدير بالذكر أن من المحتمل أن تؤثر سياسة الرئيس الأمريكي الجديد على العلاقات بين أمريكا وأستراليا أيضا